الحقيقة أنه هو موضوع مؤلئ ومزعج أنا بقول هم الأول لكن في ضرورة أن كل أم و أب عندهم طفل يكونوا عارفين معلومات عنه الموضوع ده هو الترجيع أو التقيق يعني اللي هو الفوميتنج تمام؟ الترجيع أو التقيق مبدئياً لازم نكون عارفين أنه في حاجة اسمها القشط أو القشط يعني ده اسمها باللغة العلمية أو اللغة الطبية سبيتنج أب ده غير الفوميتنج يبقى الترجيع أو التقيق غير القشط الترجيع نركز بقى الترجيع هو قذف محتويات المعدة بقوة إلى الخارج بقوة هتعرفوا دلوقتي أنا قصدي إيه؟ إلى الخارج أما الكشط أو القشط هو خروج جزء من محتوى المعدة بسهولة أهم كلمتين في التعريفات دي هي كلمة بقوة في الترجيع أو التقيق وكلمة بسهولة لما بنيجي نتكلم عن القشط طيب فهمنا التعريفات نتكلم دلوقتي عن أسباب كل حاجة من الاتنين في الترجيع اللي هو التقيق بيحصل تنبيه أو إثارة لمركز التقيق في المخ وده بيؤدي إلى تقلص عضلات البطن والحجاب الحاجز بقوة وده اللي بيخلي يحصل اندفاع للحاجة اللي في البطن طيب تنبيه مركز الترجيع في المخ ده بيحصل ليه؟ أو نتيجة إيه؟ فيه احتمالات كتيرة قوي أول احتمال بيكون زيادة نشاط أعصاب المعدة والأمعاء وده بيحصل لما تكون المعدة أو الأمعاء فيها تهيج أو تورم وده بيحصل بسبب العدوى أو بسبب الانسداد تاني احتمال وجود مادة كيميائية في الدم هي اللي نبهت مركز الترجيع في المخ وطبعا أشهر مثال على حكاية المادة الكيميائية دي الأدوية وأكيد حضراتكم يعني كتير أو من حضراتكم عارفين طبعا أن كتير من أدوية علاج السرطان مثلا ربنا يا عافية رب الجميع بتسبب المشكلة دي بتسبب الترجيع تالت احتمال لتنبيه مركز التقائق في المخ هو وجود مثيرات نفسية بسبب مناظر أو رواقح بتحصل حكاية دي كتير جدا رابع احتمال هو أن يكون التنبيه مصدره من الأذن الوسطى زي ايه؟ زي التقائق اللي بيحصل بسبب مرض الحركة اللي هو motion sickness وده طبعا بيكون ملحوظ في أوتوبيسات المدارس أحيانا أو العربيات أو حتى السفن الناس اللي بيركبوا سفن مش تلاقوا ناس كده يركبوا سفينة أو يركبوا عربية أو يركبوا أوتوبيس تلا يمرجعوا ده بيحصل عندهم تنبيه لمركز التقائق في المخ عن طريق الأذن الوسطى خامس احتمال أن التنبيه ده التنبيه اللي بيحصل لمركز التقائق في المخ يحصل بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية وأشهر الحالات دي وعلى فكرة ده أشهر سبب يعني وأشهر الحالات دي هي العدوى اللي بتسبب أمراض المعدة والأمعاء اللي هي النزلات المعيدية أو النزلات المعاوية وده غالبا بيكون معها أعراض تانية برضو يعني زي ارتفاع الحرارة والإسهال والغثيان الغثيان بقى هو الميل للقيق بس من غير قيق اللي هو يعني لسه يبقى الطفل عايز يرجع بس مايرجعش بس عنده الإحساس بتاع الترجيع ده وطبعا ألم البطن وفي أحيانا تانية بتكون العدوى الفيروسية أو البكتيرية من خارج القنال هضمية خالص زي إيه؟ زي حالات التهابات الجهاز التنفسي وتحديدا في أمراض زي السعال الديكي أو مرض ذات الرئة اللي هو النيمونيا والتهابات الجهاز البولي التهابات مجرى البول وساعتها برضو بيكون فيه تغير واضح في لون البول والتهابات الأزن الوسطى والتهاب السحية الدماغية والتهاب الزائدة الدودية والتهاب الكبد الفيروسي ومرض متلازمة راي